تحت الانقاض وقد اعلن مسؤول الانقاض انهم لم يفقدوا الامل بعد في العصور على ناجين بالرغم من فشل الجهود في تحديد مكان اي احياء وسط حطام المبنى من ناحية اخرى اصدرت الشرطة الاسرائيلية اوامر اعتقال بحق ثمانية اشخاص من بينهم مالك العقار الذي يضم صالة الافراح للتحقيق معه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة